الدرس أربعة إنعكاس الضوء المحور الضوء المفاهيم الانتثار الانعكاس الجسم المسقول المحتوى إنعكاس الضوء الهدف أتعرف ظاهرة انعكاس الضوء عند استضامه بجسم المسقول أتعهد مكتسباتي أتخير ما يسمح بمرور الضوء من بين المقترحات التالية البلور المطروق الزجاج الهواء الجدار الماء في حوض معدل للسباحة الكتاب شاشة العرض بقاعة عرض أفلام شاشة حاسوب البلور الأمام في السيارات الأرض الأجسام التي تسمح بمرور الضوء هي البلور المطروق الزجاج الهواء الماء في حوض معدل للسباحة شاشة حاسوب البلور الأمامي في السيارات ألاحظ وأتساءل أستعمل مرآة لتوجيه أشعة ضوئية صادرة عن الشمس أو مكشاف كهربائي نحو جسم في موقع ضليل ماذا يحدث؟ كيف أفسر ما حدث؟ عند استعمال مرآة لتوجيه أشعة ضوئية صادرة عن الشمس أو مكشاف كهربائي نحو جسم في موقع ضليل نلاحظ تكون بقعة ضوء على ذلك الجسم يمكن تفسير ما حدث بأن المرآة جسم عاكس للضوء يستقبل الأشعة الصادرة من الشمس أو المكشاف الكهربائي ويقوم بنشرها في اتجاه معاكس أفترض أتخير من الافتراضات التالية ما يمكن التثبت منه عكست المرآة الأشعة الضوئية نحو الجسم أصدرت المرآة أشعة نحو الجسم وجه الجسم أشعة نحو المرآة من بين الافتراضات الممكن التثبت منها هي عكست المرآة الأشعة الضوئية نحو الجسم أجرب وأتثبت أشعل مكشاف كهربائي وأوجهه نحو مرآة مستوية من خلال ثقب بورق مقوى فأشاهد بفضل غبار التباشير الذي أنثره ارتداد الأشعة الضوئية الواردة عند استدامها بالمرآة المسقولة التجربة ورق مقوى ثقب مرآة استنتج أكتب ما يلي مكملا الفراغات بالمفاهيم المناسبة لأحصل على استنتاج إنعكاس الضوئي هو فراغ الضوء وفق اتجاه فراغ عند وروده على سطح فراغ إنعكاس الضوئي هو انتشار الضوئي وفق اتجاه معاكس عند وروده على سطح مسقول أطبق وأوظف ألف أنقل الرسوم التالية وأرسم الشعاع الضوئي المنعكس أو الورد في كل حالة با أكمل بما يناسب مما يلي تنتصر الشمس مصقول عاتم مستقيمة مصدر انتشار انعكاس تنحرف تنحرف عندما تسقط الأشعة الوردة من فراغ ضوئي على جسم فراغ فإنها تنحرف متبعة خطوطا فراغ وفي اتجاه محدد وتسمى هذه الظاهرة فراغ الضوء عندما تسقط الأشعة الوردة من مصدر ضوئي على جسم مصقول فإنها تنحرف متبعة خطوطا مستقيمة وفي اتجاه محدد وتسمى هذه الظاهرة انعكاس الضوء جيم فيما تستعمل المرايا المثبتة على زجاج السيارة الأمامي وعلى جانبيها تستعمل المرايا المثبتة على زجاج السيارة الأمامي وعلى جانبيها لعكس صورة السيارات الموجودة خلف تلك السيارة ومشاهدة كل ما يوجد في الطريق أثناء السياق لتوخي الحذار أقيم تعلم الجديد لماذا يغير السائق أحيانا اتجاه المرآة العاكسة المثبتة على الزجاج الأمامي للسيارة ليلا؟ يغير السائق أحيانا اتجاه المرآة العاكسة المثبتة على الزجاج الأمامي للسيارة ليلا كي يتمكن من رؤية ما يوجد خلفه وتثبيتها في مكان يمكنه من مراقبة الطريق بشكل واضح معجمي في العلوم أنقل الشبكة وأعمرها للحصول على مفردات علمية تتصل بظاهرة انعكاس الضوء 1- صفة للأشعة الضوئية المرتدة عند ورودها على أجسام سقيلة 2- شكل من أشكال ارتداد الضوء 3- صفة للأشعة المنبعثة من مصدر ضوئي 1- أفقي ميم فراغ 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 صين تاء 2- عمودي ألف فراغ عين فراغ فراغ صين 3- ثلاثة أفقي واو فراغ راء فراغ تاء 1- صفة للأشعة الضوئية المرتدة عند ورودها على أجسام سقيلة هي منعكسة 2- شكل من أشكال ارتداد الضوء هو إنعكاس ثلاثة صفة للأشعة المنبعثة من مصدر ضوئي هي واردة 1- أفقي منعكسة 2- عمودي إنعكاس ثلاثة أفقي واردة